مذيعة سورية قررت الدخول في تحدي مع العربي على الهواء بدأت السيرة عكس الاتجاه بل وأعلنت مفاجأة بشأن علاقاتها الخارجية فماذا فعلت هذه المذيعة التي من المفترض أنها إعلامية واعية؟ وهل تتحرك الجهة السورية والمؤسسات الإعلامية في الداخل لمحاسبتها؟ أم أن أفعالها التي اعترفت بها كانت بترتيب مع الرئاسة؟ ولماذا يرجح الجمهور أن لها سنداً يمنع تعرض لها أو دخولها في تحقيق؟ إنها الإعلامية السورية هي في بوضو التي جعلت من نفسها مادة إعلامية جاهزة للتناول بين معارضيها باعترافات أن ما كان يجب أن تصدر من إعلامية كان جمهورها يتعامل معها ذات يوم على أنها على قدر وافر من الوعي بالقضايا العربية كانت بوضو تعمل من قبل قناة أوريانت المعارضة لكن طالتها انتقادات طالت مستقبلها المهني وسمعتها أمام الجمهور لقد كانت هي ذاتها طرفاً في ترك الأزمة بعد أن تورطت بتواجد لدى كيان معاد للعرب ولم تكتفي بذلك بل إنها أعلنت ذلك على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي وكأن الأمر يبدو بالنسبة لها عادياً بينما عادت الأحداث من جديد لتذكر المشاهدين بما كتبته المذيعة من قبل جدل متواصل لم يهدأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن أدلت بوضو بتلك التصريحات وقالت إنها تتواجد لدى الكيان الذي تعلم هي مسبقاً موقف السوريين والعرب منها وحاولت تبرير تواجدها هناك بأنها أردت حضور مصابقة لملكات الجمال في تحدي واضح من هذه الأعلامية لدعوات المقاطعة المستمرة والتي زادت وطيرتها مؤخراً بعد الاستهداف اليومي بحق القضية العربية الأولى بوضو لم تكتفي باستفزاز السوريين والعرب وبدلاً من أن تجعل زيارتها تلك سرية حفاظاً على ماء الوجه أخذت تغرد من جديد وتقول بأنه في زيارتها الأولى للكيان وكأنها تفتخر بإنجاز أو تزه بنجاح بل إنها حاولت أن تطفي طابع القبول على تلك الزيارة بزعمها أن المصابقة التي تحضرها لدى ذلك الكيان توجد مشاركة فيها من المغرب والبحرين في محاولة للإحاء بأنها مصابقة مقبولة عربياً ولكن هل اكتفت الأعلامية السورية بهذا الحد؟ جميع المشاهدين الذين تابعوا المذيعة السورية تمنوا لو أنها سكتت والتزمت الصمت لكنها لم تصمت بل أخذت تبرر أسباب تلك الزيارة بأنها كانت تريد الحديث عن السلام والمستقبل الذي تتمنى لعلاقة الكيان الذي يعمل ضد العرب بالعرب وقضاياهم وبادت تبريراتها تناقض نفسها تقارير أعلامية وقفت بالمرصاد ضد هذه المذيعة السورية وكشفت أن الزيارة المثيرة للجدل لم تكن كما زعمت بوضو بل إنها أتت ضمن برنامج مثير للجدل لمحاولة التقريب بين العرب والدول المعادية لهم بموجب اتفاقيات رسمية وظلت هذه الأعلامية مثيرة للجدل بين مشاهديها فهي من ناحية تحمل الجنسية الأمريكية ومن ناحية أخرى تؤيد كل ما هو أمريكية ولا زلت تعتبر رحلتها المثيرة للجدل إلى الخارج أمرا يندرج تحت الحرية ولم تدرك أنها فقدت أرضية كبيرة في الداخل السورية بل ورصيدها لدى العرب كافة